السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة جملة كل يوم هذا الصباح أيضا سوف نرى جملة بسيطة ورائعة وأكيد ستحتاجونها في كلامكم اليوم وهي تجاهل الأمر بكل بساطة جملة بسيطة تتكون من كلمتين تجاهل الأمر وكالعادة وصلتني أجوبة عديدة ورائعة مجهودكم كان رائع حتى أن بالنسبة كبيرة منكم أعطوا أجوبة صحيحة وكانت مختلفة وعديدة لدرجة أنه لا يمكن ذكرها جميعا يعني سوف نكتلف بذكر بعضها ولقد شارك معنا هذه المرة كل من فاطمة شادلي كويزين كوتر هندى فارسي حسان طباخي جابر لارا وائل الحقيقة المرة من السودان وليد فارس عبدو عبدو نوها حاس كمال من الجزائر شنتوفي سعاد فاطمة مبيض مديحة من مصر إيمان من الجزائر يسرى الغميش صابر عقبة إسحاق أحمد حورية من الجزائر ميزازيم نعم هذا الحساب اسمه ميزازيم بو لا أعرف هذا ليس باسم أظن السلام جمعة عليكم يوسف الزجيري خديجة مروان نخل يونس يو وأسيا السيسي كل الأسماء التي ذكرت شاركوا معنا ومشاركتكم كانت رائعة صراحة هذه الجملة بقدر ما هي بسيطة بقدر ما هي رائعة لأنها أتارت فيكم حب المشاركة لأنني لاحظت بأن أغلبية منكم فيكم أعطوا مشاركات عديدة يعني أعطوا عدة جمل وهذا هو المطلوب دائما أنا أقول هذا هو المطلوب لأنك تبحث مرة واثنان وثلاثة وأربعة وكن أكيد في أن كل مرة تبحث أنت تأخذ معلومة جديدة يكفي فقط أنك تشاهد الكلمات كيف تكتب وتكتبها هذه استفادة أنت تتعلم الكتابة بدون خطأ أنت تقوم بالإملاء بطريقة غير مباشرة تقام بالإملاء لنفسك تذهب تبحث تشاهد تأتي وتكتب التعليق هذا إملاء وأنا أحييكم على هذا لأن هذا هو المطلوب مشاركة مرة وهناك صراحة من يضع مشاركة وحيدة أو إثنتان وينسحب ولكن لا بأس المهم أنه شارك المهم الذي فاز بهذه المرة بهذه الجملة وهي آسيا سي سي وهذا كان هو جوابها إن يغصى اعتبرته صحيح لأنه ليس اعتبر لأنه خطأ أو شيء من هذا القبيلة فقط لأن الأجوبة كانت عديدة هذه الجملة يمكن أن نترجمها إلى مجموعة من الأشكال مجموعة ليس إن يغصى فقط هي الوحيدة الصحيحة والآن سوف نرى ذلك ونشرح لماذا أمامكم الأمثلة يعني العديد منكم أعطي هذه الجملة الجمل مثلاً إنيوه صحيحة لس تنبي صحيحة أوبلي صحيحة نبخذ لا تنسيون أسا كل هذه العبارات صحيحة حتى أنه هناك عبارات أخرى كثيرة صحيحة لما أذكرها فقط لأنه هناك عبارات كثيرة اللهم هناك أشياء أريد أن أوضحها لأنه هي التي يمكن أن أعتبرها خطأ ولا أريد أن تقعوا فيها هنا لاحظوا معي في الجملة قلنا تجاهل الأمر يعني نحن نتكلم عن حدث عن شيء تجاهل الأمر لا نتكلم عن شخص لم نقل تجاهله أو تجاهل أحمد أو تجاهل عادل لا نتكلم عن شخص نتكلم عن شيء عن حدث تجاهل الأمر إذن في هذه الحالة لا يجب استعمال لأولوي لأن هناك من كتب لي مثلا أبلي ل عندما تقول لأولوي هناك من كتب خطأ هنا خطأ لأن لأولوي تعود شخص ونحن هنا في الجملة نتكلم عن شخص ربما لو كانت جملةنا تجاهله يعني تلك تعود على شخص ما أو تجاهل فلان أو تجاهل أحمد أو تجاهل عادل في هذه الحالة من الصحيح ومن الصواب أن نقول إنيوغ له أو بلي له أو بلي له لأولوي لا تجاهل لا تجاهل نضيف له لكن عندما لا نتكلم عن شخص بعين عن شخص ونتكلم عن حدث أو شيء ما فهنا في هذه الحالة نستعمل سا إنيوغ سا يعني لم نستعمل هكذا عبارة لوحدها يعني تقول للشخص الذي أمامك يعني لا تهتم بالأمر تجاهله ليس بالمعنى الحرفي ليس بالمعنى الحرفي يعني أتركه يسقط هذه يجب أن تعرفها إذا قمت بطرج حرفية يعني كأنك تقول له أتركه يسقط ولكن لا ليس أتركه يسقط ولكن لا تهتم ابتعد عن هذا الشيء تجاهله كل هذه العبارات المهم لها نفس المعنى بنسبة كبيرة أبليسة أبليسة هي إنسة إنسة ولكن عندما تقول لشخص إنسة هذا الأمر هذا يعني أنك تطلب منه أن يتجاهله وهذا هو المطلوب ignore ignore يعني معناها تجاهل تجاهل الأمر ignore كل هذه العبارات جيدة ورائعة ويمكن أن تستعملها وإذا قلتها فهي تبقى صحيحة لا تتعرف لا تتعرف لا تتعرف اهتماما لهذا الأمر لا تعرف عندما أقول لك لا تعرف اهتماما فهذا معناه تجاهل الأمر كل جملكم كانت رائعة فقط مؤاخدة وحيدة لدي وهي الملاحظة الوحيدة التي كانت عندي هو لا يجب أن تخلط ما بين عندما يكون كلام عن شخص وعن شيء لهذا لا يجوز استعمال ل أو لو انتبهوا لهذه الأشياء ان يغل فرق كبير عندما أقول لك يعني أقول لك انتاه تجاهله شخص ما تذكروا هذا هذه هي النقطة الوحيدة التي أريدكم أن تتذكرها في جملة اليوم يعني لا تعير هذا الأمر اهتماما هذا الأمر أسا ولكن عندما تستعمل لوي أمر آخر أنت تتكلم عن شخص فقط وكالعادة ماذا أقول لكم الهدف من السلسلة تكرار الجمل حاولوا أن تكرروا الجمل أكثر من مرة وأنا لن أمل ولن أكل من تقديد هذا رددوا الجمل أكثر من مرة لكي تترسخ في دهنكم وتتقنوا طريقة نطقها ignore ça laisse tomber oublie ça ne prête pas attention à ça جمل بسيط ورائع أنا بالنسبة صراحة شخصيا سوف أفضل أن أستعمل عبارة فقط فيها كلمة أو كلمتين oublie ça لن أقوم بسياغة جملة طويلة مثل ne prête pas attention à ça لأن كلما اختصرت كلما كانت الجملة أبسط وأقل أخطاء عندما تختصر أنت تتفاد الأخطاء سوف أفضل أنا هذه الجمل لأنني سوف أضمن مئة في مئة أنه سوف تكون أقل الأخطاء الآن أصدقائي وصلنا إلى مرحلة جملة جديدة التي سوف نشتغل عليها غدا إن شاء الله والتي هي لا تتحدث بإسمي لا تتحدث بإسمي أنت ربما شخص مات أمامك أو تتكلم معه في الهاتف وتقول له لا تتحدث بإسمي ومرة أخرى نقول مبروك لأسيا سيسي على فوزها اليوم وأقول لها أنت انضممت إلى قائمة الأشخاص الذين فازوا بي ويجب أن أدون اسمها آسيا سيسي الأشخاص الذين فازوا بي جملة اليوم وأقول لكم كالعادة من فاز ثلاثة مرات فلديه القدرة أن يطلب أي درس مبروك لأسيا وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم على أمل اللقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر